اشتركوا في القناة وها هو موسم يحب الله العمل فيه أفلا يحبه العبد إذا كان ربي يحب العمل فيه فإن العبد يحب ما يحبه سيده جل وعلا يحب العمل ثم تأمل أيها المؤمن قال ما من أيام العمل الصالح ففتح أبوابها ولم يحدد عملا واحدا حتى يدخل كل عبد مع أي باب إلى الجنة شاء ومع أي باب من أبواب العبادة شاء ويكون له في أعماله سيد فهذا سيد عمله الصيام وذاك الدعوة إلى الله وذاك الإصلاح بين الناس وذاك صلة الرحم وذاك تلاوة القرآن وذاك يكبر آناء الليل وأطراف النهار وذاك يقوم الليل وذاك يحج البيت وذاك يذبح أضحيته وذاك تغير نظرته إلى صلاته فباتت صلاته صلاة الخاشعين مع أي أبواب العمل الصالح تريد أن تدخل فإنه موسم يحب الله العمل الصالح فيه وقبل أن أدخل وإياك أيها الحبيب في أنواع العبادات أقول هناك صيانة عاجلة يجب أن تعملها لقلبك قبل أن ندخل في موسم من أعماله تعظيم الله وتعظيم شرائع الإسلام وتعظيمها من تقوى القلوب السؤال الأول هل قلبك مستعد لرفع الأعمال في موسم الجنة هذا هل قلبك نقي بحيث أنه يتلذذ بالعبادة وترفع العبادة بعد أن يعظم العبد ربه بقلبه ويخلص في عمله أم أن بعض قلوب عباد الله مريضة وبعضها يشوبها من الأمراض والأدواء ما يسبب عدم رفع العمل هل قلبك طاهر هل قلبك سليم هل قلبك أتقى أو أنقى من ثوبك أم أن بعضنا أحباب رمضان الماضي ما رفع إلى الآن له لأن في قلبه شحناء في قلبه حسد في قلبه رياء في قلبه عجب في قلبه كبر في قلبه أيداء من أدواء القلوب قبل أن نتحدث عن الأعمال في موسم الجنة هذا أقول فتش قلبك وأخرج منه كل غل وأخرج منه حضوظ النفس وأخرج منه تلك السرطانات والأورام التي سببت القيح والنزيف وسببت عدم تلذذك بالطاعة نعم أحبابي إن العمل الصالح الذي نتواصى عليه في العشر الأوائل من ذي الحجة قبل أن نتواصى عليه لا بد أن نتواصى أن نطهر قلوبنا وما بقي من أيام قبل هذا الموسم ما أجمل أيها الأحباب أن ننطلق إلى القلوب فنغسلها بماء الإيمان وماء الصفح والعفو عن المؤمنين والوقفة الثانية قبل الأعمال جدد إقبالك على الله وجدد النية في قلبك والقصد إلى الله جدد الإخلاص هل في قلبك طمع في مخلوق وخوف من مخلوق ورجاء لمخلوق هل أنت تعمل لكي ترضي عبدا من العبيد فتزيد بعبوديتك له ذلا أم أن أعمالك كلها دقها وجلها لله رب العالمين سؤال قبل أن نبدأ في العمل نجدد الإخلاص في العمل وأن يكون العبد خفي تقي نقي تكون أعماله طاهرة لأن بعضنا أحبابي يهدم بناءه وينقض غزله ويحرق زرعه بلسانه فيحب أن يتباهى أو أن يذكره الناس أو يثنو عليه ويكون من شأ العمل حب التناء والرياء وربي جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك أحبابي أبدأوا وإياكم ببعض الأعمال الصالحات في هذه الأيام المباركات وهي إنما ليست حصر إنما نحن نذكر أبوابا وإلا فإن العبادة أبوابها أبوابها مشرعة وكثيرة وقبل أن أبدأ فأقول مما أوصيك به أيها العبد أن تطلب العون من الله على طاعته وذكره وشكره وأن تطلبه أن يقلب قلبك على طاعته وأن تسأله أن يهدي قلبك وأن تسأله أن لا يزيغك بعد إذ هداك أن تفتقر إلى الله وتنكسر الآن تسأل الله اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك الثاني تجديد التوبة فإننا أحباب عباد عباد سلط علينا عدو وأخبرنا الله جل وعلا على لسان نبيه أن الذنب قريننا وأن الشيطان يوسوس لنا وأننا لا بد وأن نذنب لكنه جل وعلا بعد الذنب يحب ويفرح من عبده أن يعود إليه لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون التوبة التوبة أحبابي نجدد التوبة التوبة النصوح التي أحبابي من جددها لا يغفر الله ذنبه فحسب التوبة النصوح لا تغفر الذنوب فحسب بل ويكون بعدها أن يبدل الله الذنب حسنات كريم سبحانه الأعمال الصالحات بعد تجديد التوبة ودعاء الله على أن يعينك على الطاعة أبدأ وإياك بأبواب مشرعة من الحسنات أسأل الله جل وعلا أن يُيسِّر لنا ولكم طريق مرضاته من الأعمال الصالحات الدعوة إلى الله نعم أحبابي الدعوة إلى الله عمر جديد عمر جديد لأنك إذا ابتدأت تدعو إلى الله أضفت إلى عمرك أعمار من يهتدون على يدك فإذا تابوا من ترك منكر كان لك أجر تركهم لذاك المنكر وفعلهم لتلك الطاعة لو دخل في الإسلام إنسان كان يسير إلى النار بدعوتك وهدايتك هداية الدلالة لكان لك مثل أجره إلى أن يموت الدعوة إلى الله حمل لهمها وتقريبها إلى القلوب التي نفرت عن دين الفطرة الدعوة إلى الله من أجل الأعمال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وتلاحظني سأقدم الأعمال المتعدية ثم ألحقها بالعبادات القاصرة من الأعمال الصالحة صلة الأرحام وبعضنا أحبابي ليس قاطع ما بينه بين خوال الشيء ولا أعمام الشيء لكنه مشغول مشغول ألسنا مشغولين يا أخوان ويقول بعض أهل العلم متى تكونوا قاطعا أو هاجرا قال إذا احتجت إذا قابلت رحمك إلى الاعتذار إذا احتجت تقول الله يا أخي إني انشغلنا عنكم واشغلتنا الدنيا والله يقطع وبدأ يتلوم إذا أقبل أهل الأرحام إلى بعض وتلاوموا إذا أقبل بعضهم على بعض يتلاومون إذا تلاومتم فاعلم أنك قد جف طريق الأجر من صلة الرحم العشر الأوائل من ذي الحجة جميل أن تتعاهد جميع الخالات والخالة أم تتعاهدها بالاتصال بالزيارة بالهدية أن تتعاهد العمات أن تتعاهد الأعمام أن تزور وإياك في صلة الرحمي أن تقول أنا الكبير ولي الحق وهو الصغير وعليه الحق يا أخي صل كل أرحمك أكبر منك أصغر منك لنفسهم بعضهم يقول والله ودي أسلم عليه لكن يا أخي دائما مقطب الجبين وإذا طرقت الباب عليه أكيد بيقول جايني تسلف ولا جايني خطب إذا طرقت الباب عليه سلم وقل الزيارة لله عشان يطمع أن الله يعرض مجره ولا يقلق وش جابه بفلان مهم أنا متعود أنه يزورني فما أجمل أن تتعاهدهم لله وتطرق الباب ولا تطيل المكت أتيتك والله إني دعوت لك وإني في ظهر الغيب أدعي لك يا خال وانت يا ولد عمي وأنت يا خالتي وأنا مقصر وأستغفر الله والله يا أحبابي إن صيلة الرحم في العشر هذه وما بعدها إنها عمر جديد لأن الله يبسط لك في أجلك وينسأ لك في أثرك ويبس ويمد لك في رزقك ألا تحبون هذه النعمة ثم إن الله يحب الواصلين يحب الواصلين ولذلك قال الله للرحم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ألا تحب أن يصلك الله ما أجمل يا أخوان كل يوم في العشر نزور أربعة ثلاثة أثنين غير قادرين على الوصل بالأقدام اتصلنا بالجوال لا تقول رسالة واتساب ورسائل هذه الرسائل منزوعة الدسم ومنزوعة الروح ومنزوعة يا أخوان الرسالة يمكن أقراها ويمكن ما أقراها والرسالة ما فيها روح ما فيها سماع ما فيها دعاء وبعض الرسائل منسوخة ولا لا تجيك رسالة وتجيك خمسمائة كلها رسالة وحدة أوصيك بكذا لقد اشتقنا إليك ويكتب بيت شعر وبعضهم يمسح اسم اللي أرسلها قبله وتجيك رسالة من فلان الفلاني وهي باسم فلان هذا تبني تبني والتبني ما يجوز أعود فأقول من الأعمال الصالحة وهنا كان المفروض أقدمها أن تجعل في كل حركة وسكنه في العشر الأوائل من ذي الحجة وتكون أنموذجاً لباقي العام في كل عمل تعمله استحضر النية حتى في لقائك بأهلك حتى في شراء طعام أبنائك في خطاك إلى المسجد في وضوئك في طعامك في نومك في سهرك في كل حركة أنو النية الصالحة أنك تريد أن تتقوى بالوجبة هذه على طاعة الله وبشرب الماء هذا أن تحمد الله وبمشيك للخطاء إلى المساجد أن ترفعك حسنات وإذا توضأت أن الذنوب قد خرجت وإذا نمت للإستعانة على قيام الليل وإذا تبسمت إنما لتشرح صدر هذا الأخ الذي نظرت إليه وإذا شريت الخبز لعشاء أبنائك أو في إفطارهم أنك تطعمهم فتكون هذه الوجبة صدق عليهم من العمل الصالح أيضا في العشر الأوائل من ذي الحجة الصدقة ووالله إنها جنة ألست تستظل بها يوم أن يعرق الناس يوم القيامة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها والحبيب أخبر أن المؤمن يوم القيامة تحت ظل صدقته أحبابي العشر الأوائل من ذي الحجة بعض الناس يضع زكاة أمواله يضعها في رمضان يريد الأجر ونعم موسم من أعظم المواسم رمضان والراجح كما قاله شمس الدين بن القيم عليه رحمة الله أن نهار العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من نهار رمضان كله وأن ليل العشر الأوائل من رمضان أفضل من ليل العشر الأوائل من ذي الحجة فإن الله يقبل صدقة أحدنا بيمينه جل وعلا وكلتا يديه يمين فيربيها كما يربي أحدكم فلوة كما قال صلى الله عليه وسلم حتى تكون كالجبل العظيم والحبيب يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة وليست تمرة كاملة يكفي شق وكم من تمرة رميناها في الزبائل وما تصدقنا بها ولو تصدقنا لربما كانت أحد أسباب دخول بعضنا الجنة الصدقة وتلمس حاجة المحتاج الصدقة على العامل الذي أتى من بلاده من بعيد ليأخذ فتاة مرتبك وربع عشر ما تكسب في شهر ربع عشره مرتب إنسان في شهر وشهرين أن نرحم أيضا من كان عندنا في بلادنا وأن يرى الرحمة بالمال والرحمة بالحال والرحمة بالاستضافة إذن أدعوك أيها الحبيب وأدعو نفسي أن تكون العشر الأوائل أن تكون العشر الأوائل من ذي الحجة عبادة الصدقة عبادة حتى تألفها وما أجمل أن يكون لك في كل يوم صدقة ولو قلت ولو قلت أن تتصدق كل يوم بمئة ريال أن تتصدق كل يوم بكيلو تمر أن تتصدق في كل يوم بثوب زائد عن حاجتك حتى ترفع عند الله متصدقا وهي من الأعمال التي يحبها الله وتذكر أيها المؤمن أن المال مال الله ليس مالك الصلاة الخاشعة وأعود إلى العبادات القاصرة الصلاة الخاشعة أن نغير أحبابنا النظرة إلى الصلاة أليست الصلاة صلة؟ أليس الواقف بين يدي الله إنما يناجي الله؟ أليس بعضنا إذا وقف في الصلاة فتح الشيطان له كل باب كان مغلق قبل الصلاة؟ نريد أحبابي في العشر الأوائل أن نعود إلى الصلاة فنعيد النظرة في خشوعها في سننها في أركانها في واجباتها نصلي صلاة المودعين الصلاة الخاشعة هل يستطيع أحدنا الآن أن يتخذ قرار مع بدءه بل جميل أن يبدأ اليوم أن لا يؤذن المؤذن في العشر الأوائل من ذي الحجة إلا وأنا في المسجد هل هذا القرار صعب يا أخوان؟ والله ليس صعب لا يؤذن إلا وأنا في المسجد القرار الثاني أن أتوضأ لكل صلاة جميل حتى يخرج الذنب من تحت الأظفار القرار الثالث إذا كنت لا يؤذن إلا وأنا في المسجد لا أترك متابعة الأذان قط وأوقف دالوب الحياة عن الجريان إذا قال المؤذن الله أكبر يجب أن يتوقف كل شيء لأن الله أكبر وما سواه صغير حقير أن تغير نظرتك أن تأتي للمسجد وتحتسي بالخطاء القرار الثاني أن لا تفوتني تكبيرة الإحرام قط مهما بلغ التسويف الذي عند بعضنا إذا شغل السيارة وهو يذن قال صلي قدام جاء المسجد توق قال لا قدام فإذا وصل المسجد آخر مسجد إلى أنهم يقولنا السلام عليكم ورحمة الله الذي قال لك قدام هو الشيطان وله بقدام هذا وراء لأن قدام المفروض يوم قال الله أكبر وقف وادخل المسجد فورا وجدد وضوءك ثم صلي وأذكر واتلو وادعو بين الأذانين ومن الأعمال الصالحات في العشر خاصة الجهر بالتوحيد الجهر بالتكبير شعار المتقين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الذي يستحي ويخجل أن يذكرها وأن يعلن التكبير لتضج أركان الأرض بالتكبير لخالقها اللي يستحي إيمانه في قلبه ضعيف التكبير شعار أهل الإيمان بل وهو الطمأنين أهل القلب بل إن الذاكر لله والرافع للصوت بذلك يطمئن قلبه ويتيسر له العبادة ألا بذكر الله تطمئن القلوب لذا أعلن التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر المباركة وفي موسم أفضل أيام الدنيا الصوم والصوم جنس الصوم يحبه الله ويكفي أن تعلم أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار سبعين خريفة الصوم جنة أن يترك الإنسان شهوته وطعامه لأجل الله وجنس الصوم محبوب إلى الله وهو من العمل الصالح ولذلك صيام التسع الأوائل من ذي الحجة عبادة عبادة جليلة وقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل من السنن المؤكدة صيام التسع من ذي الحجة وفيما يروى عن عائشة رضي الله عنها الحديث الذي رواه مسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام صائما في العشر قط منهم من قال أن الصيام إنما الذي يتأكد من الصيام في العشر عرفه يوم عرفه الذي قال الحبيب عنه أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده وقد روي عن بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع من ذي الحجة في حديث لا بأس بسنده وللجمع بين هذه الأقوال نقول يصوم الإنسان التسع من ذي الحجة وآكدها يوم التاسع وهو يوم عرفة أفضل يوم هذا اليوم الذي أكثر ما يعتق الله فيه من النار يوم عرفة وخير الدعاء دعاؤه يوم المباهاه هذا اليوم العظيم الذي هو قرة عين في العام كانت عائشة تقول رضي الله عنها ما من يوم من السنة صومه أحب إلي من يوم عرفة ويكفي أن تعلم أنه عزاء لغير الحاج يعز الله بصومه من لم يحج البيت الحرام ولذلك يعز من لم يحج بأمرين أن يصوم عرفة فتكفر عامين وأن يضحي فيمسك من شعره بعد دخول العشر مشابهة للحجيج ويذبح أضحيته فيغفر له مع أول إهراقة الدم وله بكل صوفة وشعرة حسنة هذا العزاء لمن لم يحج أما من حج البيت فلم يرفث ولم يرفسق كانت الجائزة ليس مغفرة عامين إنما رجع من ذنوبه كيومي ولدته أمه نسأل الله الكريم من فضلك إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة